اشتركوا في القناة 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 زياد اذا طلبنا منك تقييم الواقع مجال التصوير والاخراج باللبنان اليوم شو بتقول? نحنا عم نشتغل صح حوني يعني عمنا كوالتي حلوة صراحة وحد يكون يحكي ضمير يعني بس عمنا اذا بدك عصابات بالشغل بالاخير عم نقدم كوالتي حلوة العالم عم بيشوفنا الدول العربية كتير بتطلع على لبنان مليحة التصوير ما فينا منكرها بس من ورا هادا الشي يعني ورا هالامج اللي عم نعطيها للعالم في كتير خربطات وفي تعب وفي شغل متعب أوقات محد معين من العالم بالأخير عم نعمل شغل لبناني كي ما بقوله ما بتحطيه بيش واقف مش غلط بس مش لازم نعمل شي نحنا ما لازم يكون لقلنا أو نشتغل قصص كمخرجين بيشتغلوا بها المصلحة قصص مش لقلو مش شغلتو ويشتغلها يعني مشكلتنا وحيدة بلبنان تنظيم تنظيم شغلنا تنظيم البروداكشن كي بدها تكون المخرج وين شغلته والبروداكشن اللي حوليه والبلد كيف عم تعطب معه حيدي الشغلة شوية معقدي هوني ومشاربة كيه برا أهيا وأسهل نعم تشغل بريحة أكتر يعني هل عندك أمل بالجيل الشباب الناشئ بعالم تصوير والأخراج باللبنان أكيد لا ما عندي أمل أصلاً باللبنان أنا نعم اللبنان كله ما ما بقى شايفه قدامي فأكيد اللي عم يطلع هلأ باللبنان من عالم عم يشتغل بالإخراج والتصوير أنا ما بنصحهم أبداً يعني يستسمروا هالكرياتيفزي تبولون هون أبداً تنصحهم يتجهوا للخير أكيد بولا على العالم يعني هون ما في مستقبل لحدا بيشتغل بالإخراج ولا شي تاني بلد شعفين ورايح فأكيد بالإخراج الواحد بحس حاله عنده عنده شي حلو طيارة ضغرة نعم زياد دومن مسيرتك الطويلة شوفناك عم تتعامل مع أسماء عديدة منهم كبار ومنهم مبتدئين هل عندك رؤية معينة للموضوع هل تتعامل بطريقة مختلفة مع الفنان الناشئ أو الفنان القديم؟ صراحة تعملنا كتير مع ناس أكيد كلاس A كلاس B وفنانين يعني معروفين جداً ولما يجيني بروجيك لحداً جديد صدقيني بيعط الهم أكتر وبحس مسؤولية أكبر بكتير من ما يشتغل الفنان عنده مسيرة طويلة عريضة لأنه الفنان اللي عنده مسيرة طويلة عريضة بتعرفي شوية الأنتوراج طب أقوله بيفوه بتعرفي كيف تركب توصل لهون نعم كيف تركبت الخبرية كيف صار يصور الجديد بلا شي جديد غلطة واحدة ما بيكفة نعم طلع غلط عندي على الكاميرا تصورت الطريقة غلط الضو غلط عندي طلع بشع إذا بدنا نقول من هالكلمة صعب يتجلس بعدين بينما الفنان صاله زمان بيشتغل الكليبات الكليب شوية قشط بمحل معي مش معي الحمد لله أنا ما فيش بيقفض معي بس ما حدا تاني قشط بيتجلس معروف عنده عنده تاريخ ورا الجديد ممنوع الغلط معه مسئولية ليه أكبر بكثير نعم بتحس بالمسئولية أكبر يطلع صح يطلع مظبوط يطلع بالامج اللي شايفينا لإله إن كان اللوك تبعوله إن كان طريقة التصوير كيف حتكون من هنا بأسبوره نعم يعني يا بقلا يا ما بيمشي بس بنفس الوقت متل ما بنعرف كمان بتحب تشجع الناشئين تحب تكون عم تشتغلهم تنبسط بالشغل معه نعم أنا معروف عني على الشغل يعني ماني من نوع برفض أعمال إذا بديك مش للمادة أبدا أعمال حدا جديد إلا إذا ما الزابطة معه يعني إلا بالصوت ولا بالشكل نعم بحاول إبعد يعني ما ما إخد العمل بس زعا عنده صوت والصبي يعني أو الإمرأة اللي اللي عم تجار بتعاملك تيب فيها شي بيوصل بالعكس بحط كل تقلي كأنه حدا كلاس اي نعم زياد بيرسيدك أكتر من 1600 عمل عندك العديد من الأفكار اللي نفستها شو هو مصدر إلهامك وكيف كمان بتحاول إنك دايما تكون عم تخلق أفكار مش مقررة أو مش معادة مصدر إلهام هو خبرة طويلة عريضة إذا بديك خبرة كتير طويلة يعني صرت أعرف الحمد لله أول إذا بجين التليفون من الفنان دي غري بعرف هذا الفنان إذا بيخذوا لهونيك ومن هالطريقة ببلش تطلع بالقصة وطبعا يعني بحضر كتير وعرفت إيه وعندي داتا كتير عالي براسي من إيحة الأفكار بس هيدا الشي ما بيجي ما إجا فجأة نعم يعني مش بسك كاميرا وصد أنا كريايتف لا بدي خبرة طويلة عريضة بهالمصلحة يعني صلي سنين صد أعرف شو لازم ينعمل صح وشو الفكرة الصحة تنعمل هلأ شو الترند ينعمل بالكليب هولي مهميني كتير لأنه ما فيك ترجع إلى وراء والعالم ماشي لقدام بيكتسب أيهم خاصة بشغلنا بالإخراج نحنا منسبق اللي عم بيصير بتعلم تشوف شو عمل طاعة جديد بكليبين عسيت الإخراج وعلى صعيد التقني بعد خبرة طويلة إخراجيا كيف بتشتغل زيادة على إبراز الجانب معين من شخص أمام الكاميرا أول شي تابعوله شو نعم شو عنده تابعوله شو الهدف تابعوله أوكي إن كان أمرأة وإن كان الرجل أول شي من هال منطلق ببلش بتعرف إذا الفنان عم صوروا شو بدوا بعدين إذا بس غنيوا راح لباتي تاني ماذا حبي بيدخل بالمجال بطريقة قوية وشو تارجل الأوديو تابعوله أوديو للبار أوديو للصغار هو يعني هي بدك تشوف فيها نعم وتفكري فيها صح بتأخذ مي ولا بتأزي حالك وبتأزي للفنان اللي معك يعني كان أنسة وكان ذكر يعني شو بده شو التارجل تابعوله والغنية نعم وشو بيلبق له نعم يعني ما فيه يجيب ستوري بورد عملها لفنان ما زبطت معي كبع شخص تاني ولا ممكن يعني ما تزبط وعم بأزي كمان إخراجيا هل بيختلف تصوير المرأة عن الرجل سؤال حلو أكيد المرأة قدام الكاميرا غير الرجل كلين خاصة بيشغلي أنا بالتليبات لعدستك نعم يعني ما فيه صور الأمرأة بلانس متنا بصور الرجل بلانس ونفس اللانس وزيته بعض الكاميرا وديفرق معي الضو بيفرق تلاثمين وستين درجة طريقة التعامل مع الامرأة مع الكاميرا حتى واطي أو يمين أو شمال حتى لو مريكة جمال اللي بوجي عم صورها ما بيقدر اتعامل معها بتعامل مع رجال بوجي لأنه فيه بوجي المرأة لازم بينه صح على الكاميرا نعم شادوز ممنوعين رجال بيحمل شادوز على وجه بيحمل قصص معينة 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 ضو شوية دم المرأة قويت ما بتحمل لها يعني ريسكي تعمل لها معا نعم إلا إذا عندنا كليب مجنون وامرأة مجنونة عن جد وعندها شي شوية مش عادة ممكن فرصية نفسه الموضوع اللي أكيد لازم مشاهدين يعرفوا أنه بيختلف التصوير أو حتى الإخراج فيما يخص المرأة أو حتى الرجل عنده لما تكون عم تعمل الإخراج إخراجيا يعني كستوريبورد لا مش للدرجة يعني بدي أعمل شي أكيد للبقلة طبعا بس هي التكنيك تتوصل هالإمرأة للعالم على الكاميرا عندك طويلة عريضة زي نتكون بالآخر بعد كليو أكيد إلا إلا شي خصوصي للمرأة لسكنتون طبعولة لنوع الرتينا كي بيدوي يعني الرجل ما فيك تضوي كتير ويدوي يضوع عيونه حسي زياد شو هي القيام الفنية والفكرية الأبرز اللي بتعتقد عملك بتتضمنه قيام فكرية وفنية هي أنا برأيي ما تخجي تخجي العين اللي عم يحضريك يعني ما توصل لشي العالم ممكن تنقذ منه وأنا هدا الشي عندي يه لحد فيه لميت عندي عرفتاني ما في بره مجنين بيوروب مجنين وأنا بعيش معهم وبشتغل بس في عندي لميت معين أنا شرق بالأخير نعم بجرب ما أقذي العين اللي عم بتحضر الكليب وعم بتشوف قصص حلوة أغنية حلوة وفنين رائع ولذيذة على الكاميرا ما تفوتي بنوع تصوير بنوع مشاهد تأذي في صغار وكبار عم يحضر وعلا اليوم من خمس سنين بحط بيحضر كليبات ما فيها عطيه شيء يأذي بدي عمل بالانس بين هالجيل عم يحضر وعم يطلع على المونيتور وعم يشوف شيء أنا مقدمه نعم برأيك شو هو دور الفيديو بإبراز المعاني العميئة للعمل الفني الفيديو هو أساس كتير طبعا من زمان ما كنا فكر كتير بالكليبات من زمان طعب كان أوديو يطلع يغني الفنان وشوية صور اليوم كشي صار صارعين صار تشوفي يعني صحيح عالتليفون للشخص اللي عم بيغني أو حتى عم بيقدم أو حتى عم بيعم حتى السياسة الفيديو هو مسج منه بد يصال شو معبّد براسه إن كان مخريج إن كان فنان إن كان سياسة برأيي اللي وصلنا له هلأ شي كتير منيح نعم وصلين لأكبر بكتير بعدين ما حدا بيعرف شو حيصير يعني كيف حتصير الخبرية كله بس الحياة صار اليوم صارت اليوم لانس أنا برأيي بالتليفون ما فيك تمشي بدون تليفوني كليش إنه في كاميرا صحيح يعني مش بس تتحكي الليوم صنعنا نستعمل كتير الكاميرا نستعمل هالكومونيكيشن بهالعدسة الصغيرة يعني هي محلة صارت كتير مهم بالعالم يعني نعم زياد بنهاية حلقتنا بدي أسألك شو هي عملك المستقبلية هلأ عم نحضر لأكتر من عمل لأكتر من فنين بس ما فيه سكرون لعهو غير ما نبلش تصوير هدي سياسة العالمية يعني بس طبعا فنانين كتير بتحبون نعم وأنا شخص بحبون كتير يعني فيه شخص فنين من هالفنانين يعني أنا كنت كنت مود بقى غني سراح ومصط إنه ما بيشتغله وده رابع عمل لحنوية فيه مجموعة كبيرة إن شاء الله قد ما يساعدنا الوضع في لبنان أو خرج لبنان عالأرجح ببرة نعم عالأرجح أنا بجعب اللي شغلي برة بس إذا اضطرات تصور ما عندي مشكل تصور هون نعم نهاية حلقتنا بدي كلمة منك لكل الشباب اللي بدين يخوضوا مجال الأخراج والتصوير أو حتى هلأ هن بقى لشين فيه بينهم ما تيقسوا نعم البلد خدنا لمحل بشع كتير اللي قادر يمشي يمشي أكيد والقادر مش قادر يفل يقعد ويجمع أفكار براسه ويحضر حاله لبعدين لأنه بعدين حلو هون مش هون اللي جاي حلو هون بشك أنا بس يحضر يجاهز حاله حتى لما ينحض بأي بلد بالعالم يبرزح زينياد خوري أنا بدأ شكراك بدأتمنى لك التوفيق بأعمالك المستقبل اللي شرفتنا اليوم شكرا لك مشاهدينا معارنا مكفي معكن بس بعد الفاصل